لاحق الفشل حكومة ما بعد عام 2003 في العراق من كل الجوانب بسبب الفساد الإداري والمالي وسوء التخطيط والإدارة وهي أسماء وصفات التسقت بنهج تلك الحكومات على مدى 17 عاما واليوم غص العراق بالأزمات نتيجة ذلك فقر وبطالة وغلاء والكثير الكثير من صور المعاناة والمآسي حتى أن أحلام مواطنه الصغيرة باستقرار رواتبهم التي يعتاشون منها باتت كوابيسا تلاحقهم في مضاجعهم وبسبب سوء الإدارة والتخطيط ف43 نفقات الحكومة تذهب للرواتب وتعمد تعطيل المصانع والقطع الخاص وتحويل البلاد إلى مستهلك فقط على مدى هذه السنين نهيك عن أزمة خفاض أسعار النفط وجائحة كورونا برزت أزمة تأخر دفع رواتب الموظفين كعلامة كبيرة على هشاشة الاقتصاد واليوم تتجه حكومة مصطفى الكاظمي إلى الاقتراض مجددا سبيلا للخروج من أزمة تأخر دفع الرواتب للموظفين خطوة وصفتها الكثير من الجهات المحلية والدولية بالخطيرة لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي البرلمانية قالت إن الخطوة ستشكل بالتأكيد عبءا إضافيا ثقيلا على أجيال المستقبل داعية للبحث عن أموال العراق المنهوبة في الخارج وخيارات بعيدة عن الاقتراض الذي يعتبر من أسوأ أنواع ديون وأخطرها هذا الفشل الحكومي الكبير حيث أن رواتب شهر أيلول تأخرت لفترة أسابيع ورواتب شهر تشرين الأول الحالي لم تسدد واللجوء الحكومي للاقتراض مرة أخرى من احتياطي العملة لتسديدها انتقدته كذلك صحيفة هيرالد إيفينت الأمريكية والتي شككت في إمكانية تنفيذ ما دعيت بورقة الإصلاح الاقتصادية أو الورقة البيضاء بسبب الصراعات والخلافات بين الأحزاب السياسية الحاكمة ومع ربط حكومة الكاظمي توزيع رواتب الموظفين بإقرار قانون الاقتراض وهو ما اعتبره مراقبون ومحللون سابقة خطيرة في البلاد وسياسة كارثية ستقود إلى انهيار مالي واستمرارها بنهج الحكومات السابقة التي قادت العراق إلى ما هو عليه اليوم يسير العراق في طريق مجهول طريق يبدو جليا أنه سيمضي به إلى مزيدا من الهشاشة والانهية